خليني أولاً أسألك نسمع كلمة عابر على الفيسبوك وكتير من الإخوة الأحباء بيستخدموا كلمة عابر على من تطلق كلمة عابر الحقيقة مش عارف طبعاً المشاهدين يعرفوا أنه في رسالة في كلمة الله اسمها الرسالة إلى العبرانيين أو العابرين العبرانيون دول هم أطلق على أولاد بني عابر ومن عبره هو إبراهيم حينما عبره فالرسالة إلى العبرانيين أو كلمة عابر هو من يعبر من إيمان إلى إيمان أو من عقيدة راسخة إلى عقيدة أخرى راسخة تختلف مع تلك العقيدة الأولين وعاوز أوضح كلمة عابر أنه ليست قاصرة على المؤمنين المسيحيين الذين يعبرون من الإسلام إلى المسيحية بل تنطبق على جميع المؤمنين المسيحيين الذين يعبرون من أي إيمان تني أنا مثلا أنا ولدت في بيت المسيحي لكن ولدتي في البيت المسيحي لا تؤهلني ولا تعطيني أن أكون مؤمن إيمانا قلبيا بالرب يسوع فأنا عابر أنا عابر من المسيحية الإسمية إلى معرفة الرب يسوع واختباره مخلص شخصي لحياتي هو المسيح الذي مات والذي دفن والذي قبر والذي قام والذي ظهر والذي صعد فنفس الكلام أنا عابر من المسيحية ينطبق على إخواتي المسلمين اللي جايين من خلفية إسلامية وعبروا للإيمان المسيحي تيالي في آية في رسالة بوترس الأولى 2-9 وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الآية اللي بعديها آية عشرة بتوضح الذين لم تكونوا قبلا شعبا أما الآن شعب الله لم تكونوا مرحمون أما الآن فمرحمون هذا فعلا عشان كده كمان الرب يسوع يقول إيه ليه خراف أخر ليست من تلك الحظير اللي ينبغي بتكلم على اليهود والأمم وبتكلم على ممكن نقول المسيحين بالإسم والغير مسيحين بالإسم ويكون الاتنين إيه شعب واحد راعية واحدة عشان كده مهم جدا أنه خصوصا لإخواتي الخدام وقادة الكنايس من فضلكم ما تدوش زي ليبل كده أو عنوان مميز لإخواتنا العابرين من الإسلام يقولون للعابرين لكن كلنا قد عبرنا نحن من المسيحية إلى المسيح وهم من الإسلام إلى المسيح وآخرون من البوزية إلى المسيح الجميع عابر بس حاليا كلنا راعية واحدة وراعين واحدة اشتركوا في القناة